مره باركاتشلار نسل صناز ومرمئيس نسدر فيديو اليوم رح يكون بناء على طلبكم اللي هو فيديو مع طبيب العيون أو محادثة عفوا مع طبيب العيون وقبل ما نبدأ وحبيت أني نعلن على وجود تخفيذ والتسجيلات راهي مفتوحة بسبب يعني قروب شهر رمضان إن شاء الله وعلى بالي كان بزاف ناس الوقت ما يساعدهمش في رمضان على هذا الفيديوهات المسجلة وقدمت لكم فيها نصائح يعني وأشياء جميلة راح تساعدكم في تعلم لغة تركية ولما نقول لكم لحساس مسجلة هذا لا يعني أنه راح نخليكم وحدكم بالعكس عملت لكم برنامج جميل جدا اللي ما كونش راح نتعلموا فيه فقط القواعد إلى آخره بالعكس راح تكونوا كامل مجموعين في مجموعة وحدة وهذا يعني أنكم راح تقدروا تحكموا على بعض باللغة التركية وراح تساعدوا أنفسكم في التطور لأنكم تلقوا الأشخاص اللي تتكلموا معهم باللغة التركية هذا من جهة من جهة أخرى البرنامج اللي عملته هو أني قسمت الحصص إلى أربع أسابيع وكل أسبوع فيه ثلاث حصص تمام؟ مع هذا الأسبوع الرابع فيه حصتين ربما فكل أسبوع راح نلتقي مرة لازم نعملوا وقت محدد في الأسبوع فقط وقت محدد نتلقوا فيه كامل نعطيكم تمارين نسألكم تسألوني حكذا حتى نتأكد أنكم مفهمتم كل شيء وإذا كان عندكم شيء مفهمتوش مع أني نكون شرحت كل شيء بالتفصيل ولكن إذا بقيت عندكم تساؤلات أو شيء تقدروا تطرحوها ونجاوب عليكم إن شاء الله ورا عندكم رابط واتساب في الديسكريبشن بوكس أو في صندوق الوصف تقدروا تتواصلوا معيها وتطرحوا أسئلتكم بخصوص الدورة وتسجلوا أيضا بالنسبة للتسجيل والتخفيض راح متواصل إلى غاية أول يوم من شهر رمضان لأنه اليوم الأول راح نبدأوا فيه وراح نجمعكم كامل في مجموعة وحدة وإن شاء الله تعجبكم الحصة وراني متحمسة لها كثيرا لأنه خاصة هكذا في شهر رمضان كامل في الليل الناس تكون يعني عندها الوقت إلى آخرة يعني تكونوا كامل جالسين فتقدروا تحكوا مع بعضاكم على بالي في اليوم يكونوا كل واحد مشغلوا بشي معين يعني الوقت اللي تتلقوا فيه أنفسكم مستراحين تقدروا تبحثوا في المجموعة وتحكوا مع بعض طبعا هاد المجموعة راح نخصصها لكم وحدها ومجموعة الدروس وحدها هكذا حتى ما تدخلت عليكم الامر و الأن خلون الرحو مباشراتا للمحادثة نبدأوا أول شي مع المريض مرحبا دكتور 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 كم فترة مرحبا دكتور الآن قلنا بو راه تسزله سيدة يو صنوس يعني هنا راه تسزلك راه مفعول به وضعنا لاحقة المفعول به لماذا لأنه سبقها ضمير الإشارة بو على بل يكين بزاف ناس اللي تخلطو لهم الأمور في المفعول به ورح موجود في الدورة اللي كنت تكلمت عليها في بداية الفيديو كل شي بالتفصيل لأنه هناك شروط موجودة اللي لازم نضعه فيها لحقة المفعول به ومن بينها هذي لما يكون عندي ضمير إشارة قاله المريض سون يتجون بوينجا سون يتجون يعني آخر ثلاث أيام الأخيرة بوينجا أو طول الثلاث أيام الأخيرة قاله الدكتور أنظم bu belirtiler çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir ilk önce gözlerinizi kontrol etmek istiyorum لتفن önce sağ sonra sol gözünüze açıp kapayın يعني قاله anladım فهمت bu belirtiler يعني هذ الارض çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir يعني ممكن أنه تحدث الاسباب مختلف çeşitli ومن بعد تغلقها açıp kapayın yzirene bakmanozysteerom Bu belirtiler alerjik bir reaksiyon ya da göz enfeksiyonu gibi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Birkaç soru sormak istiyorum ve ardından bir teşhis koyacağım. Bu rahatsızlığı daha önce yaşadınız mı? أحبتني سألكم إن شاء الله جابوني في تلقات. أهل أركم تفهموا الحديث قبل من ترجموه؟ يعني ما شيء شرط أنكم تفهموا مئة بالمئة على الأقل خمسون بالمئة. أقلو أندام يعني فهمت. Bu belirtiler, هذه الأعراض alerjik bir reaksiyonu, يعني rdede fiyal hsasiyya, yada ou göz enfeksiyonu gibi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Göz enfeksiyonu, yani iltihab العين. قلو أنه يمكن أن تحدث هذه الأعراض لأسبab عديدة مختلفة مثل hsasiyya, alerjik ou göz enfeksiyonu, اللي هي iltihab العين. لهذا حب الطبيب أنه يطرح للمريض بعض الأسئلة فقلو Bikatsurusur makisturum. يعني أريد أن أسألك بعض الأسئلة. Bikardendan, بتشخيص koyajam. ثم سأقوم بالتشخيص. وراها تسزل دهانجي اشد نزمة. هل عشت هاد المرض أو هل عانيت من هاد الانسعاج من قبل؟ فقلو المريض Hair, دهانجي بيلي بشيش مضم. لا لم أعيش هذا من قبل. أو لم يحدث لي هذا من قبل. أو لم أعاني هذا من قبل. فأنا لما قلت لا لم أعيش هذا من قبل فترجمتها ترجمة حرفية. النظم. دكتور قتلو غير بأن لدم. بيلير تلرينزين شدتي ندير. بيكاج جن بو ينجا دفام التلارمي. أن لدم فهمت. بيلير تلرينزين شدتي ندير. يعني ما شدت أعراضك. بيكاج جن بو ينجا دفام التلارمي. يعني هل استمرت دوال عدة أيام؟ ما هي اللي استمرت؟ يعني الانزعاج استمر. اللي هو لما كانت عندو حقا وو الدموع. وهنا لما قلو بيكاج جن بو ينجا دفام التلارمي. بمعنى طوال حد يعني استمر هاد الألم لعدة أيام. ويعني الألم لم يتوقف أو الانزعاج لم يتوقف. هذا هو القصد. قلو المريض. كشنت وصولانما شدتلي دهيل. أما رهاتس زدجي. صنج كن بو ينجا سيركلي عوالاك دفامي ديولار. يعني قلو كشنت الحقا وصولانما يعني لما تنزل الدموع شدتلي دييل. لم تكن شديدة. أما رهاتس زدجي. ولكن كانت مزعجة. سن 3 جن بو ينجا دوال ثلاث أيام الأخيرة. سيركلي عوالاك بشكل مستمر ديولار. أو بشكل متتالي مستمرون. مره أخراقال الدكتور. أملادن. بو بلرتلر عالرجيك بريقسونة إشارة. محتمالا بيكوز دملسة يزيجا. بلرتلرينيز ديولار ديولار. رانديوهي تكريد عرين. بو بلرتلر هاد الأعراض. ألرجيك ريكسونة إشارتي ولا بلير. يعني ممكن تكون ردة فعل. أو علام على ردة فعل تحسوسي. فقلو محتملا بيكوز دملسة يزيجا. يعني ربما نوصف لك قطرة للعين. يعني لليقود. بلرتلرينيز دوام دارسي. إذا استمرت هاد الأعراض. رانديوهي تكريد عرين. يعني تصل مرة أخرى لأخذ موحد. قلو المريض. تشككر درم دوكتور. شكرا دوكتور. رد أليه دوكتور. فقل ريكا ادرم. لتفاً جزيزي اي بي شكال ديولار. نلتقي مرة أخرى في موعدك القادم إذا كان هذا هو فيديو اليوم ومحادثة اليوم طبعا رح نعملوا محادثات أخرى تخص طبيب العيون لأنه هناك عدة مشاكل خاصة بالعيون هكذا حتى نجوب على أو تقدروا تشوفوا جمل كافية تخص طبيب العيون نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله ما تنسوش أنكم تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لأنه إذا لقيت عليه تفاعل كبير فرح نعمل فيديوهات أكثر نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله برجمة زراء